السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان نزلنا فيديو قبل هيك عن موضوع دعم الخبز دعمك ويبدو انه في ناس بتحكين انه بش واضح فعشان هيك الحكومة كمان نزل التطبيق اسمه دعمك بتقدر تنزله تروح على البلاي ستور عندك وبتكتب دعمك باللغة العربية بتعمل بحث بتلاقي هاي التطبيق طبعا بنزله بتنزله بعد ما تنزله بتعمل اوبن بيدخل على نظام تسجيل الدعم الى مستحقي بطلب منك الرقم الوطني بتعبي زي ماهو خلينا نعبي احنا نمشي معكو خطوة خطوة هو الرقم القيد المدني بتلاقيه يا اما في الهوية يا اما في الدفتر العائلة موجود زي ماهو بالضبط بتكتبوه باللغة الانجليزية يعني الارقام تكون باللغة الانجليزية تعمل استمرار هاي دخل هيك عندي هاسا بعطيك الاسم تكتب هون رقم الموبايل تبعها مزود الخدمة بتروح اذا النو زين بتختار 079 اذا النو امنية 078 اذا النو ارونج 077 بتكتب رقم الموبايل هون عدد افراد الاسراء بتكتب قديش العدد اللي موجودين ضمن دفتر العائلة بتختار المحافظة بتختار المدينة باي منطقة حسب الهوية وين موجودة عندك حسب الهوية يعني ما تحط اشي اللي يكون مطابق للهوية اللي موجودة عندك تكتب هون الحي والشارع حسب الموجودات يعني بكونوا عندك كل واحد جن بيته بكون مكتوب لافتة او ارما عليها مكتوب وين العنوان بتحط رقم العمارة رقم الطابق للعمارة رقم الشقة اللي موجود اقرب مكان معروف لمكان السكان يفضل يعني اسم مسجد اذا بتحط عباد الرحمن وتحط هنا يعني اسم المسجد مسجد عباد الرحمن هون تحط رمز البريدي إذا أنه موجود عندك رمز البريدي حسب المنطقة كل واحد حسب منطقته هون تحط العنوان البريدي وهون تكتب الدخل السنة وإلى كامل الأسرة يعني يفترض يكون صادق الرقم عساس أنه يكون الطريقة صحيحة طريقة استلام المبلغ المستحق يعني أني أنا بدي أخذه نقدي طبعا هم بحطوه باسمك حسب الاسم يعني أما التحويل إلى حساب بنكي إذا عملت تحويل إلى حساب بنكي بدك تحط رقم حسابك البنكي وبعد ما تخلص تكبس إرسال أنا لأنني معبي قبل هيك ما رأي عبي مرة ثانية بعد ما تعمل إرسال بحطيك بطاقة مراجعة باسمك أتوقع هيك الأمور أوضح من هيك ما فيه شكرا لكم يا أخواني وأي سؤال اكتبو لنا على التعليقات ويخواني اللي ما عجب الفيديو يحطش ديسلاك يعني بعد إذنكو حط لايك خلص ما عجبك الفيديو لا تحط ديسلاك يعني بتضر القناة نحن نحاول هدفنا نساعدكم وشكرون لكم جميعاً ترجمة نانسي قنقر